اذا كنت تعاني من انخفاض كارثي في المشاهدات فتعكد انك مش لوحدك يعني مش مشكلتك الخاصة يعني مش عيب صورة مصغرة ولا عيب عنوان ولا عيب جذبية محتوى ولا عيب فكرة لا ما همش طبيعي يا جماعة يكون عندي مجموعة كبيرة جدا من القنوات اللي بدرها بصورة يومية ده غير الاستشارات المدفوعة بصورة يومية اكتر من ستين او سبعين قناة كلهم عندهم انخفاض في المشاهدات مش طبيعي يا اما فيه صورة واحدة نجحت يا اما فيه عنوان واحد جذب الناس يا اما فيه محتوى او فكرة قدت الى الازدهار الموضوع في اينا صح اكيد واخد بالك المشاهدات هي العامل المؤثر الاول في نفسية منشئ المحتوى ده منشئ المحتوى ممكن يتجنن بسبب المشاهدات ممكن يتهبل بسبب المشاهدات ده ممكن يطلق وحياته تبوز بسبب المشاهدات حرفيا منشئ المحتوى مرتبط ارتباط مباشر بستوديو اليوتيوب ده منشئ المحتوى اللي عايز قناته تنجح اللي عايز يفهم الخلل فين فانت طبيعي على فكرة انت تبقى مش طبيعي لو ما فكرتش في سبب الانخفاض الكارسي اللي بيحصل يعني زمان كنا ممكن نقول اه العنوان عندك فيه مشكلة معلش جاذبية المحتوى اصل الفكرة لكن النهاردة حاجتين بس ما فيش ثلث ليهم حاجتين بس هم السبب الكارسي في انخفاض المشاهدات عندي كل منشيين المحتوى وبصراحة انا شايف ان الواحد هي الاكيدة عدم احتساب المشاهدات من قبل اليوتيوب والكلام ده انا نلاحظه من يومين وكتبه على قناة المتوحد فكرة وفيه ناس كتير جدا مأكده على الكلام ده في الكومنتات ان المشاهدات بيكون فيه مشاهدات ولكن ما بتظهرش جرب كده تبعت الفيديو بتاعك لعشرة اصحابك وادخل شوف عدد المشاهدات وعداد المشاهدات هتلاقي عداد المشاهدات اقل بنسبة 30% طيب 30% لا اليوتيوب ما حتسابهمش معاليش معاليش رجل وجعاء ليوتيوب رجل وجعاء معاليش اسف ودي حركة رخمة وحركة مستفزة جدا دي حقي انا كمونشي محتوى ده حقي دي مشاهداتي انا اللي اتعبتي فيها وانا اللي اتطلع عين امي عشان اعمل الفيديو علشان ينزل على اليتيوب علشان يجيب مشاهدات معنى كده انك لازم تعترف بالغلط اللي عندك وتطلع لعلامة التعجب وتأكد ان المشاهدات دي حيتم احتسابها من اوله جديد لكن عدم احتساب المشاهدات بالشكل ده وانت سايبني ومش بتعترف بالغلط اللي عندك معنى كده ان فيه مشكلة وفيه خلل كبير جدا في اليتيوب رقم اتنين تغيرات في خوارزميات اليتيوب وتحديثات اليتيوب الغير منصفة لمنشئ المحتوى في عشرين اربعة وعشرين لو جتكلمت اي منشئ محتوى وقلت له فيه تحديثات في اليتيوب هيكرهها خلونا نكره التحديثات انا لما بيجيني تحديث على الموبايل بفرح جدا الله حيحدث الموبايل يا اجري اجري اعمل تحديثه بقى مبسوط قوي واسناني مبسوط خداحك اه يا سلام الدنيا حلوة بقى مبسوط قوي ليه فيه تحديثات فحيبقى فيه فيه معاجة لكل الاخطاء اللي بتحصل لكن كل تحديث بيحصل في اليتيوب وكل حاجة بتحصل في اليتيوب بنقابل معديها انتكاسة لمدة شهر انتكاسة احنا مرحناش نفرح من بعد رمضان احنا مرحناش نشوف الارباح مرحناش نشوف المشاهدات احنا تعبنا حرفيا كمنشي المحتوى واي حد حيسمع الفيديو ده حيقول متوحد فكرة بيحبط منشي المحتوى هقولك لا ده انا عامل لك فيديو عن انخفاض المشاهدة زي بحبطك ما انا عامل فيديو ما انا بقسب ترندي ما هذا ترند ان انا عندي انخفاض المشاهدة في التدخل تتفرج علي فلازم احسزك باللي انت حسس به انا مش بيخليك تيئس لا بالعكس انا عايزك تشتغل وتعمل فيديوهات اكتر يا جماعة انا ممكن اعمل لك مئة الف حاجة دلوقتي اقول لك مئة الف حاجة منافسة شرسة تفع الجمهور عناوين وصور واقعد اتكلم كتير جدا بس انت في الاخر هتقولي متوحد فكرة طالعي اعمل فيديو خلاص لكن لا مش دل يتعودنا في المتوحد فكرة ومش دل يتعودو مع يوسف الباز اطلاقا يوسف الباز لازم يكون حاسس بي حاسس بكل حاجة بتحصل جوا قناتك جوا ستوديو اليوتيوب بتاعك انا عايش جوا قناتك انا شايف قناتك ان غير ما شوفها ليه انا بتابع التحصائيات جميعا على جميع القنات اللي انا بدرجها انا عايز افتاح لك كده الواتسط ببتاع وفتحت لك بس كده هتلاقي متقسم عندي واحد صورة 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 كده لكل واحد لكل championship لكل حاجة بتحصل في القناة من ساعة من ساعتين من تلاتة من خمسة من عشرة علشان اتابع علشان اشوف اللي بيحصل لما لقي كل دول عندهم انخفاض في المشاهدات فطبيعي جدا ان انا حس بقى لقى طيب الحال ايه حل بقى الموضوع ده انا كمنشئ محتوى ايه المطالب مني المطالب منك الآتي رقم واحد الفيديوهات اللي انت بتعملها الفترة دي تكون فيديوهات بحسية رقم اتنين يتم اخذ افكار نكحة من فيديوهاتك الاساسية وتعمل لها جزء تاني رقم تلاتة نشر على المنتدى فيديوهات وسطلعات رأيي والربط بين فيديوهاتك دي وفيديوهاتك جلع المنتدى رقم اربعة استخدام الفيديوهات القصيرة للترويج عن فيديوهاتك الطويلة والتحدث مع جمهورك والتفاعل معها بشكل افضل للربط بين قناتك الاساسية والفيديوهات القصيرة لان الفيديوهات القصيرة تعتبر قناة فرعية انا بسميها بيني وبين نفسك دي قناة فرعية انت هتقدر من خلالها انك تعمل جمهور لقاطتك الاساسية استخدمها مش هتقدر ما تستخدمهاش لانك ممكن تستخدمها بشكل خاطئ باستخدام عنوين او فيديوهات او افكار او اي حاجة مخالفة لمحتوي الاساسي انت كده بتدمر قناتك وده اللي بقوله بشكل مستميم حاول تستغل الفيديوهات القصيرة بشكل ايجابي رقم خمسة بصص مباشرة لو تقدر بصص مباشرة لو تقدر لو تقدر تعمل بص مباشرة اعمل بص مباشرة هتفيدك جدا وحتشتغل جدا بشكل مستميم المسابقات بينك وبين جمهورك اعلن عن المسابقة بكرة مثلا يا جماعة تقولك حاجة الفيديو ده لو وصل خمسمية لايك اقسم بالله لما اختار تنمي الكومنتات عاملينهم اعلان مموض اهو مسابقة وانت مغمض عنيك لان انا محتاجي يكون عندي تفاعل محتاجي يكون عندي تفاعل وشرط من شروط ان حضرتك تتم قبولك ويتم الاعلان عنك انك تكتب كومنت لازم تكتب كومنت في رقم عشرة عشرة جنبان متواحد فكرة عشرة المتواحد فكرة ده شرط علشان تكسب ويكون الفيديو ده جايب خمسمية لايك اقل من خمسمية مفيش قدامك 24 ساعة يلا طورنا فسوكو الموضوع زكاء مهما كان اليوتيوب ضدك وهو اكبر عدو لمنشئ المحتوى لفترة الاخيرة لازم انت تكون زكي في التعامل مع اليوتيوب لازم تستغل كل حاجة بتحصل لصنحك انت عادي عندك انخفاض عندك مشكلة عندك حاجة لازم تطلع من قلب المعاناة ماشي قول حاجة تانية من قلب المعاناة من قلب المعاناة لازم تطلع فكرة هو ده منشئ المحتوى الناجح هو ده الشخص اللي فكر برنا الصندوق عندنا مشاكل ايوة عندنا مشاكل عندنا انخفاض ايوة عندنا انخفاض ولكن مش هنقف مش هنقف انت لازم تفكر بكرة انا هعمل فيديو كان عندي ناجح من سنة كان جايب مئة الف مشاهدة اعملي جزء تاني. وتالت. ورابع. ايه المشكلة الفترة دي اعمل بديوهات دحسية. الناس بتدور عليها. اعمل افكار نجحة. اعمل شوف فيديو نجح في قرام القناة المنافسة اعملوا. ايه المشكلة? طب ما انا عندي منشئ محتوى تعليمي واخد جميع استطلاعات الرأي بتاعتي بالزبط واخدها عنده. طب ما انا عندي منشئ محتوى واخد كل كلام بالزبط احطه عنده. اقسم بال ايه المشكلة? انا ربنا اوفقك عادي جدا. عادي جدا. احنا يا جماعة احنا بنقى في جنب الناس الكبيرة. ايه المشكلة? انا منشئ محتوى لسه الحمد للربنا وفقني كده. بقى في جنب واحد كبير قناة كبيرة. ما ايه المشكلة لم ياخد افكاري? ربنا وفقك. انجح اشتغل. اعافر. انت نجحك من نجاحك. انت اززهارك من اززهارك. كل ما بتنجح وتجيب مشاعات كل ما انا بنجح معاك. انا مش ضد المنافس. انا عن المنافس قلبا وقالبا. لان كل ما كان فيه منافسة. كل ما كان عندك شغف انك توحى قدام الكاميرا. انا لما حسيت المنافسة انطفت. انا كمان انطفيت. ما بنزدتش فيديوات كدير زي زمان. ارجعوا كده اشتغلوا يا جماعة. انتم في ايه نايمين ليه كده? القناة التعليمية. يلا فوقوا. صباح اخبال. مع السلامة.